تحية طيبة متابعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حديثنا في هذا اليوم سيتمحور حول آخر المستجدات المتعلقة بأزمة الكهرباء البديلة في قطاع غزة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وحيثياته ومستجداته سيكون معنا الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ والبش مهندس عفوا أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين بش مهندس أسامة يعطيك العافية الله عافية أهلا وسهلا يعني في البداية أرحب بك معنا عبر وكالة سبق 24 الإخبارية للحديث أكثر حول مستجدات مشروع الطاقة البديلة في قطاع غزة يعني في صراحة هي الأزمة بدأت نفاعل قبل حوالي شهر عندما اتخذت قرار سلطة التعرضى بتخفيض التعرفة إلى ابن النص الشيكل واعترض أصحاب المولدات وإحنا في اتحاد المقاولين فقدمنا بمبادرة الأدف منها تخفيض التكرف على المواطن قدر الإمكان وفي نفس الوقت تحقيق الاضحية لنها في مستثنرة في هذا المجال نعم كنت أود أن أسألك بالتحديد حول المشروع الذي قدمتمه مؤخرا إلى سلطة الطاقة الفلسطينية يعني كان هناك حديث عن موافقة سلطة الطاقة الفلسطينية على هذا المشروع الذي يحدد سعر الكهرباء البديلة للمواطنين بقدر اتنين شكل فلو نتحدث أكثر حول حيثيات هذا المشروع يعني عشان تكون هي المشروع هتقسم من الجزئين الجزء الأول الجزء الأول هذا من المناطق اللي لا يوجد فيها مولدات نعم والجزء الثاني للمناطق اللي فيها المولدات القرائمة المناطق اللي لا يوجد فيها مولدات رح يقوم بعد المقاولين والمستثمرين وتم الدفاق مدعي معها مجالد تشير العقود لتزويدها بالكهرباء من خلال المولدات اللي تعمل بشبار ومن خلال الطاقة الشمسية حيثي مثل النهار يتم استخدام الطاقة الشمسية وفل المولدات اللي بتشترع الشبار هذا الخفض التكلفة جدا يعني الحوالي للوصف تقريبا وبالتالي رح يتم بالبيع للمشاريع اللي بتوحدث رح يتيت للمواطن بانتين شكل وفي المشاريع القائمة اللي فيها مولدات اللي بتوضلو يسترع السلر هو صحيح يعني أحدنا مدير بحفظ بكم أرضاح بسيط يعني مدخش في خسارة لكن لما نيجي احنا نخليه يشتغل بنفس الطريقة على السلر اللي بمعلى اللي يجي مستثمر لصاحب مولد يعمل عنده شاب وهذا دي رحك فيه عقودة أو فيه اتفاقيات قاعدة بتيجي لي حاليا ومجرد ما حدنا موافقة بسلط الطاقة قاعدة بتيجي التفاقيات حاليا إنه يميجي لصاحب مولد هذا إنتاجة ليش بتنتج مثلا قاعدة بتنتج 100 كيلو قاعدة بالطاقة الشمسية تنتجي 100 كيلو حيث إنك في النهار تأخذ من الطاقة الشمسية وفي الليل تعتمد على المولد بالسلار هنا في الحالة هذه أيضا ستنخفض التكلفة وبشيء في عنده إمكانية لربح كذلك الأدفة العالي أو جيد وكذلك الأعمال المستثمر أيضا راح حق الأرض راح ضمجي بالنفاقية إلا منها ما حول الطاقة نعم هذه التفاقية مدتها خمس سنوات وبالمناسبة الفائض يعني في حال إنه كانت كهربا جاية الفائض من الطاقة الشمسية إنه يتم بيئه لصولة الطاقة نعم أو شكل برداء بالتعرف الإسرائيلي طيب باش مهندس أسامة طب هل يعني من خلال حديثك يتضح لنا إنه هناك حديث مباشر مع أصحاب المولدات التي كانت فعالة فعليا في بعض مناطق قطاع غزة هل واجهتم رفض أو نوع من الاحتكار ورفض لهذا المشروع الذي قدمه الذي قدمه إتحاد المقاولين؟ لا، هي في البداية لما تم طرح الموضوع ما كان فكرة واصلة ولا المرضية واصلة الجميع يعني كان أصحاب المولدات يقولوا إنه لا يعمل كفش كلام وصح على السلطة ربما ما يتوفيش بس لما أنا بدي أعمل مكس ما بين السلطة وما بين الطاقة الشمسية بس لما يشير يتوفي وبالتالي حيزيد كمان عدد المشتركين لأنه اليوم إذا كان عدد المشتركين من دفتار دي أنا 40 ألف مشترك لسعر أربعة شكل إذا ما رجيب أتوفيش إذا ما يشير اثنين أو اثنين ونص حيضاعف عن المشتركين بالتالي فبالتالي حدفتها أصاب استثمار لمستثمرين جدد بالإضافة للقائمين وهي يعني كمان حتى يعني يعتبر استثمار جيد في هذه الظروف الصعبة لأنه إنت بتيجي بتركب محطة الطاقة الشمسية وبتشيرت بيها للمولد أو بتشيرت بيها للمواطنين هاي حتكون اتفاقيات مفصلة بالمناسبة في خلق اتحاد المقاولين مش هو اللي رح ينفس المشروع اتحاد المقاولين هو القائم على الفكرة هو القائم على الفكرة والقائم على تزليل العقبات والقائم على التوفيق ما بين أطراف الثلاثة ما بين المستثمر والمقاول وصلد الطاقة وشركة اتحادها هذا الضغط المقاولين الحمد لله النتائج بدأت تأخذ داخل التقوية يعني بدأت تجيب نتائج وحاليا جالزة مقاولة بالعمل وتجهيز العقود وحاليا في تواصل ما بين أصحاب المولدات وما بين اللي بتمستثمروا في الطاقة وإن شاء الله في القريب العاجل يعني حمسنا بارح أخذ الموافقة نعم سحيلا عاجل رح إن شاء الله نبدأ في تنفيذ المشروع على الأرض وحاليا المسلم والمواطنين الفارق إن شاء الله في التكلفة والفارق في جوزة باش مهندس يسامة بتقديرك هذا المشروع كم سيأخذ وقت يعني ليكون جاهز للتطبيق الفعلي على الأرض يعني أنا بقدر أعطي وقت من نحط التوقيع أول عقد بنقدر لأد وقت من قبل توقيع العقد ما بنقدر لأد وقت لأن هذه المستثرة تعتبر المحروق أما أنا ممكن كل الأسبوع الجاي أنا متوقع ممكن يقول لحنا الإمكانية أن نعرض متى سيبدأ مش سيبدأ شروع متى سيبدأ الإنتاج الكهرباء في المشاريع ووفق الأفكار أووفق رؤية لفحة المقاولين وهي الاعتماد على الطاقة والسولة وإنتاج الطاقة جميل جدا بالنسبة للمواطنين المشتركين مسبقا مع أصحاب المولدات التي كانت تعمل في الفترة الماضية على سعر أربع شكل أو ثلاثة ونصف شكل هل سيكون هناك مستجدات ومتغيرات ستطرق على اشتراكاتهم مثلا أسماء الاشتراكات العدادات الخطوط الشبكات ما إلى ذلك لا 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 شوفي 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 اليوم أصحاب المولدات القائمة هذا عندي شبكته نعم وعند زباينهم وعمل مشروعهم نحن كل اللي حليعمله اللي حنزوده طاقة شمسية بسعر مخفض جدا جميل على أساس إنه الطاقة الشمسية اللي بنوفر له إياها بتنزل من التكلفة فلو باع بثنين ونصف بيها بثنين ونصف وامر هو ربحان وهو أموره جيدة يعني الكترة في الأي مشروع اللي ما بينطرع في البداية لا نستطيع أن نحكم عليه إلا غير عندما تكتمل الصورة بشكل كامل وحنا نجيتها عندنا الصورة اكتملات وعند أصحاب المولدات فهموا الزبط إيش اللي بيحكي فيه اتحاد المولدات وتوفد إليه عن إجعل اتحاد عشرات من أصحاب المولدات وجعلين لنا يبقى اتفاقيات حاليا بصوص الإستوار مع المقاولين هل من شروط وضعتها سلطة الطاقة الفلسطينية عليكم في الحديث قبل الموافقة على هذا المشروع هي مش شروط نحن اتفاقنا على فترة زمنية مع أن أول شي اتفاق متلقص بالتالي أن الطاقة الشمسية اللي بنتجها يوم ما تقول الكهرباء جاية وفي الشئ لها داع المولدات ما يتنتقها بالشبكة بسألة أفصارية ويوم ما وإني أنا فترة العقز الشعب الثاني فترة العقز خمس سنوات والإعساء من الضرائط فترة الخمس سنوات هاي جميل طب في فترات هناك كانت يعني هي فترات تكون ما بين مرحلة القطع أو توقيت القطع وما بين توقيت الوصل هل هذه الفترات ستغطي فيها أيضا شبكة المولدات هذا المشروع سيغطي فيها الكهرباء وسينقل فيها الكهرباء للمواطنين جميل جميل ويعتمد على قدرة الشركة الشركة على إمداد للمواطنين ليش احنا قلنا معكد خمس سمين وليش قلنا احنا انه الفائد بتاخد سكيل وانا بتفترض تحصل مقارد الكهرباء طب بعد المستثم اللي جي حط مئة ألف 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 دولار والله نص مليون دولار هو بد يروح سمع كيف عشان هيك القصة إلها أبعاد كثيرة متشعب عشان هيك زي ما قلت لك بيكون العقد كامل وشامل كل المنبول هاجب حيث لا المستثمر يتضرر ولا صاحب والد يتضرر أو أصحاب والدات ولا المواطن المستفيد بتخفيض الله عشان جميل أشكرك جزيل الشكر البش مهندس أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين حدثنا قليلا عن حيثيات المشروع الذي عرضته نقابة المقاولين الفلسطينيين على سلطة الطاقة الفلسطينية في توفير الطاقة البديلة طاقة الكهرباء البديلة بالسعر الذي فرضته سلطة الطاقة وهو اتنين شيكل للمواطن الفلسطيني وتحدثنا أيضا عن مدة هذا المشروع وكم سيكلف من الوقت وكم سيأخذ من الوقت لتنفيذه على أرض الواقع أشكركم متابعين الكرام على طيب المتابعة وإلى لقاء آخر في أمان الله ترجمة نانسي قنقر